لكن دمش ما بين اللغتين، هل يمكن أن يسبب تأخر لغة؟ لا بالعكس، هناك أكثر من دراسة أثبتت أنه لا يسبب تأخره وهذه من الشاعات الغلطة أو المغلوطة في المجتمع عندما دخلت أكثر من لغة، هذا هو سبب التأخر أو على سبيل المثال، يأتي أطفال مثلاً أو الأحالي مع الأطفال يقوم يقول أن الطفلي لا يتكلم السبب هو الناني الناني تكلمه فقط إنجليزي فلا يتكلم لا عربي أو إنجليزي لو الناني بس تكلمه بإنجليزي، الأولى أن الطفل يتكلم إنجليزي الناني لو كانت تكلمه وتقاله، الأولى أن الطفل سيتعلم التقالي تقالي فلبيني بصد، فالطفل سيتعلم التقالي فلا طبعاً، هذه من الأشياء الخطوة